في قرية إجران التي تبعد نحو 100 كم عن قليم شفشاون شمالية المغرب بدأت قصة ريان التي تجاوزت حدود البلاد لتصبح حديث العالم بأسره كعادته كان ريان ذو الخمس سنوات يلعب القرب من منزله العائلة لكن شاءت الأقدار أن يكون صباح يوم الثلاثاء بداية لمأساته بعد ظهر يوم الثلاثاء تفقد أفراد الأسرة الطفل ولم يجد له أثرا وبالفعل كان حينها الطفل الصغير قد سقط في الجب الضيق ولا يرى له أي أثر بحث أفراد الأسرة في كل مكان ليبلغ إلى مسامعهم أنين قادم من تحت الأرض فربطوا هاتفا بحبل وأنزلوه إلى قعر البئر الذي يصل عمقه 32 مترا فرأوه هناك يستجدي الغوث لتبدأ بذلك عملية الإنقاذ أهالي المنطقة حاولوا إنقاذه في بادي الأمر بطرق البدائية ليتم بعدها إخبار السلطات المحلية التي عبأت تواقمها لإنقاذ الطفل طبيعة هذا البئر التي تضيق نزولا لم تسمح بإنقاذه رغم ثلاث محاولات نزل خلال إحداها خبير في دخول المغارات إلى عمق 24 مترا تتحدث أنباء وصور موثقة عن التمكن من إمداد ريان بعبوات أكسوجين وبعض الماء والحليب لتبدأ مرحلة أخرى من عملية الإنقاذ شرعت الجرفات في الحفر عموديا بالتوازي مع البئر لكن العملية بدت معقدة بسبب الطبيعة الجيولوجية للمنطقة فقرية ريان توجد في جبال الريف وهي سلسلة جبلية حديثة التكوين مما يجعل التربة هشة وهو ما حصل فعلا في إحدى مراحل الحفر وبعد ساعة طويلة من الحفر تم الوصول إلى عمق 32 مترا ليصبح رجال الإنقاذ في خط موازن للطفل العالق الحفر جرى في رقعة نصف دائرية محيطة بالبئر انتهى الحفر العمودي ليدخل مرحلة الحفر الأفقي على مسافة ثمانية أمتار ولكن على بعد أربعة أمتار يصبح الحفر بالآلات محفوفا بالمخاطر ويمكن أن يهدد حياة ريان وأيضا رجال الإنقاذ وصباح الجمعة بدأ الحفر اليدوي الأفقي فيما تم إدخال أنبوب معدني إلى داخل الحفرة حيث تتم عملية الحفر الأفقي وتأتي هذه الخطوة لدعم الأنابيب الأسمنتية وللحفاظ على العمق وحمايته من أي انهيار للتربة العملية مستمرة وفي مراحلها الأخيرة ورجال الإنقاذ يواجهون صعوبات بسبب التضاريس وضيق المسافة حيث يعمل المختصون في الإنقاذ على إزالة الصخور الراسبة وبقايا التراب ترجمة نانسي قنقر